السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده نتكلم عن حساس مهم جدا ومنتشر جدا عندنا في المشاريع اللي احنا بنسميه المالتي ديتكتور سنسور طبعا هنا مالتي يعني متعدد بيحس بحاجتين مع بعض ممكن يحس بالسموك بالدخان ويحس بالحرارة في ناس بتسميه مالتي ديتكتور وفي كتيبات او شركات بتسميه كومبايند كومبايند ديتكتور يبقى ليه اسمين يا اما مالتي ديتكتور يا اما كومبايند ديتكتور فكرة الحساس ده انه هو بيقدر يحس بمصدرين للحريق زي الدخان ودركة حرارة سابتة او يحس بالدخان ومعدل تغير في الحرارة يعني بيحس بالسموك والهيت ديتكتور اللي هي الفكس التمبريتشور او بيحس بالسموك والريت او معدل تغير الحرارة حسب النوع والسعر اللي انت بتبدأ اشتغال ليه انا اللي يهمني جدا يا شباب الجزئية بتاعت التصميم وانا بصمم بحط الكومبايند ديتكتور فين معظم غرف المحولات يفضل ان انا اركب فيها اللي هو الكمبايند تمام ديتكتور اللي هو بيحس الحرارة والدخان واحنا قلنا كومبايند او مالتي ديتكتور الغرفة الخاصة بالكهرباء غرف اللوحات وغرف المحولات وغرف الجنريتورز تمام يفضل ان انا اركب فيها كومبايند ديتكتور غرف الماشين اللي هي الموتورز والكلام ده يفضل ان انا اركب فيها كومبايند ديتكتور غرف الجهد المتوسط تمام يفضل ان انا اركب فيها مالتي ديتكتور غرف البطاريات يفضل ان انا اركب فيها زي ما قلنا ان احنا لازم نرجع للكتالوجات الخاصة بالشركة اللي انا هبدأ اشتغل عليها زي كوبر وهنشوف مثلا ال KH330 وده عبارة عن اهو KH330 ده حساس مالتي مود هيت سنسور هو بيحس بالسموك وبيحس بالهيت اللي هو درجة الحرارة احنا قلنا طبعا بيشتغل من من 18 ل30 فولت دي سي التيار بتاعه بيبقى 220 مايكرو امبير وفي حالة الالارم بيبقى 5 ميلي امبير اقصى حاجة هنا بيبدأ يشوف الريت اوف رايز اللي هو معدل تغير درجات الحرارة بيبقى فكسد هيت عند 77 او ممكن عند 90 يبدأ يعمل الارم اكتر من طبعا هنا الكلام ده هو ما وجوده تمام 77 وتسعين وبالتالي بقدر اعمل الستنج زي ما انا عايز حسب النوع بتاع الحساس بتاعي طيب في التصميم بتعامل معاه كأنه في ابعاد الهيت ديتكتور جيب انا في التصميم بنفس الارقام اللي مستعملة في الهيت ديتكتور هي هي الكمبايند ديتكتور او المالتي ديتكتور زي ما احنا شفنا في الفيديو السابق ان الحساس بيغطي في حالة الهيت ديتكتور كام يلا شباب بسرعة 5 و 3 من 10 متر 5 و 3 من 10 متر بس انا لو بصمم باعتبر انه هو بيغطي 3 و 1⁄4 متر وبالتالي المسافة بين حساس و حساس كل واحد يديني 3 و 1⁄2 و 3 و 1⁄4 يبقى 7 متر بين حساسين ولو انا هاخد المسافة او المساحة اللي هايغطيها هو هايغطي 7 في 7 هيديني 7 في 7 بتسعة واربعين متر تربيع بيغطي الحساس الخاص بالكمبايند يعني هو بياخد نفس حسابات الهيت ديتكتور وبالتالي أنا مهم جدا عندي المالتي ديتكتور أبقى عارف إنه عبارة عن حساس بيحس بالدخان وبيحس بدرجات الحرارة ومهم جدا الأماكن اللي بركب فيها تمام المالتي ديتكتور زي غرف المحولات دايما بنركب مالتي ديتكتور تمام غرف الكهرباء بركب مالتي ديتكتور غرف الماكينات الماشين روم بركب مالتي ديتكتور غرف الجهد المتوسط الميديام فولتج روم بركب مالتي ديتكتور غرف البطاريات الباتاري رومز واليو بي اس رومز كلها بركب مالتي ديتكتور فالمالتي ديتكتور المالتي ديتكتور هو عبارة عن حساس بنستخدمه في أنظمة إنذار الحريق بيحس بالاسموك وبيحس بمين بالهيت يعامل في التصميم معاملة الهيت ديتكتور من ناحية المسافات بين كل حساس والتاني وأشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانزار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته